هروبا من الأوضاع الكارثية التي يعيشها بلدهم فر آلاف العراقيين إلى مختلف أسقاع الأرض ومن بينها أوروبا لكن النعيم الذي تأمل أن يجدوه تحول إلى جحيم لجنة تحقيق بلاروسية كشفت عن تسليم وفد حكومي من العراق يزور العاصمة مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البلاروسية فقد جرى إبلاغ الوفد بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيشكو بشأن عمليات إعدام جماعية ودفن سرية للاجئين قتلهم الجيش البولندي في الجانب البولندي من الحدود مع بلاروسيا وتكشف معلومات لجنة التحقيق عن الوقاع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية تشمل الترحيل والقسوة والتعذيب والتقصير المتعمدة في تقديم المساعدة ما أدى إلى وفاة ضحايا لاجئين من دول الشرق الأوسط لا سيما العراق وتم التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا قاصدين بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي وبحسب التقرير فقد وثق المحققون البلاروسيون أيضا أعمالا إجرامية ضد 135 عراقيا أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل القمعية الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية وخلال العام الماضي شهدت الحدود البولندية البلاروسية تدفقا غير مسبوق في أعداد المهاجرين ورغم أن معظم هؤلاء الوافدين يرغبون بإكمال طريقهم إلى دول أوروبا الغربية إلى أن بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي منعت دخولهم فيما وثقت العديد من الانتهاكات التي تعرضوا لها من جانبها تتهم الدول الأوروبية بلاروسيا بتشجيع المهاجرين ودفعهم للعبور إلى بولندا ليتحول ملف هؤلاء الهاربين من الموت إلى مادة الاستجال السياسي ويكونوا وقودا لحرب فروا منها ليجدوها أمامهم ويواجهوا مصيرا لا يقل سوءا عما عنوه في أوطانهم